بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح نشرح ال data sheet view و design view. ال data sheet view اللي هو هذا المعروض امامكم. شرحنا بصورة يعني مفصلة. انو احنا شون نقدر نضيف فيلز جديدة عن طريق click to add. احد نوع البيانات اللي يريد دخلها. وكذاك اكتب اسم الفيلد اسم الحقل. واكتب بيانات اللي يريدها. اقدر اسوي اعادة ترتيب. اقدر اسوي delete record. اقدر امسحي record. اقدر اضيف new record بالمكان اللي اريده. الى اخرية. طبعا هاي الطريقة بان تصميم. هي مو طريقة الاسهل. اكو طريقة انا اشوفها اسهل وطريقة كلش يعني رائعة لتعديل الحقول بصورة عامة وانشاء حقول جديدة. اللي هي يسمون design view. شون اقدر اوصل له? اوصل له عن طريق ال home ribbon. ال view. طبعا اذا انت ساعدة table multi. فمجرد انت ما تدوز double click على guest او اي table تقدر تروح على view تحول على design view. design view مثل ما شوفون انتم مكتوب ال id. first name, last name, email. هو اللي نفس الجدول المالتي. وكل واحد نوع البيانات ماتة. مثل ما تلاحظو هنا تحويل البيانات سهل. الاضافة سهل. اكيد يعني يعني يعني. لانه صغير على شكل جدول بسيط. يكون من field name و data type ملاحظات. يعني ملاحظات. عندك ملاحظات عليه. وهو optional. هاي الملاحظات او شرط تكتبها براحتك. مثلا. الايميل مثلا على سبيل المثال انه انا الايميل مالتي اريده يعني يكون اللي يطبع على design view بعد. يعرف انه هذا الايميل لازم يكون مثلا في ايميل معين ما شركة معينة مثلا. الشد. بجيميل. اقول له انه هذا لازم يكون جيميل. يعني هذا حتى واحد من يدخل مرة ثانية يعرف انه هذا اللي شخص على ال field. بزيء. اقدر اسوي طبعا ترتيب منه ايضا. اقدر اسحب مجرد ما اختار اي اي رو او اي ريكورد وسحبه. يتغير مكانه. بكل بساطة. هاي الطريقة. طريقة اقدر اضيفت شيء معين هنا في الجديد اكتبتني بوستر كود. طبعا بوستر كود رقم او تبدأ شورت تكست ما يهمني. كتبته هنا اضفته. اقدر اغير مكانه كذلك ما عنده مشكلة. اسده. اسده. اسده القيست منه طبعا. اسده يا اما منه. او رايت اكليك هنا واسوي كلوز. كيفي. اسده. قلت يقول لي انت غيرت يعني طبعا انا غيرت بالستركتشور مع التابل في احتاج اقل لي السيف. اقل لي اس. ارجع اعادة شوف اللي احظتم بوستر كود انضاف لي هنا. اه مثلا الايميل هنا اريده يعني البريد الايكترون اريده كليكا بول. يعني شنو كليكا بول يعني من اضغط عليه وديني يعني على برنامج يفتح الايميلات واقدر ارسل بي مباشرة يعني يصير مثل الرابط الازرق اللي هو عادتين موجود بكل برامج. اي رابط يصير عليه ازرق ويتحول الماوس الى اشارة الايد. انا اقدر افتحها. طبعا طريقة سهلة. هم ارجع على ديزاين فيو. اروح على الايميل هو مسوي شورت تيكست. اسوي شنو? اسوي هايبرلينك. اللي هو شنو? رابط انترنت. رابط موقع الايكتروني او ايميل الايكتروني. كذلك اسده اسايفه. افتح القيست. لاحظتوا انه الايميل تحول الى شنو كليكا بول عند القابل الضغط. طبعا يفتحوا يا اي برنامج يشتغل على الايميلات. اللي هو عادة الاوتلوك. اللي هو من ضمن نفس الاصدارات مل اوفي السويت. هذي فيما يخص ديزاين فيو شون اقدر يعني اضيف او اقدر امسح كذلك. اذا رجعنا على ديزاين فيو. اقدر امسح. كل بساطة ايضا دليت روز. طبعا دليت رو امسح الفيلد كله. ان شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نشرح الفيلد الوبرتيز. قبل الان انهي. اه كم طريقة اقدر احول بين داتا شيت فيو و ديزاين فيو. الطريقة الاولى هو قلنا عن طريق شنو عن طريق الهوم ريبون اقدر احول. كذلك هذا الطريق اذا راحنا على التايبل. على التايبل اللي هو ريبون الجديد طلع عنا. هم ايضا يطلق انا لي عزم البيو. او اقدر على القيست اسويلة اوفين. اذا افتح اوفين احطلع لعداتا شيت فيو و اقدر ارجع على ديزاين فيو كذلك. رأي تكلك. والطريقة الموجودة اللي هي اعتقد الاخيرة. هو الروح الى اقصى اسفل يمين الشاشة. اكو موجود داتا شيت فيو و ديزاين فيو. اقدر احول بيناتين. هاي داتا شيت فيو و هاي ديزاين فيو. اعتقد يعني اذا تريد ان تشتغل بسرعة و صمم بسرعة و كفاءة و متتبه على الجدول ماتك بسرعة عامة شوان يصير. اعتقد ديزاين فيو هو كلش كلش يفيدك. و بخصاص اكثر اقدر اشتغل عليها و تفيدني بصورة اساسية في تنسيق عمل الجداول و كذلك قاعد البيانات. انشاء الله رح اكمل محاضرات جاية.